على خلفية الزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها سموه إلى المحرق يوم أمس للاطلاع على وضعها الخدماتي فقد رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماع عمل صباح اليوم خصه سموه لإبداء ملاحظاته على الخدمات العامة والبنية التحتية في محافظة المحرق وأصدار توجيهات بشأنها وأكد سموه على ضرورة أن تتوفر في المحرق أفضل الخدمات الضرورية التي تكفل تحسين ظروف الحياة المجتمعية للأهل فيها مبديا سموه عدم الرضا لتأخر أي مشروع مهما كانت مبرراته ومنها مشروع سوق المحرق المركزي وما صاحبه من تداعيات ووجه سموه إلى الاستراع في إنجازه من خلال حل الإجراءات المعطلة لها وتدليلها بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات ذات القيمة أو العلاقة فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعادة تطوير الشوارع والطرقات في حالة مماهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح ذلك في مناقصة عامة بما في ذلك رصف الشوارع غير المرصوفة وإزالة المعوقات أمام الحركة المرورية التي يشتكي منها الأهالي وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رأس اجتماع عمل بقسل ضيبية مع نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذوي العلاقة والاختصاص حيث استعرض سموه فيه الانتباعات التي خرج بها سموه بعد زيارته الميدانية إلى المحرق يوم أمس الثلاثة وقدم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أمام سموه عرضا حول الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها في محافظة المحرق في هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عملية تحفظ حرمة الفرجان والأحياء الشعبية وتمنع تداخل العمالة الأجنبية بينها موجه سموه إلى إعادة تصنيف المناطق القديمة بما يوسع من خيارات البناء والتطوير العمراني والتشهيد على أن لا يكون ذلك مدخلا لتأجيرها كمساكن للعمالة وعلى صعيد آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التقيد بالأنظمة والاشتراطات وعدم السماح بمخالفتها خاصة التعديات على أراضي الدولة واستغلال الممتلكات العامة للأغراض الخاصة